في الوقت الذي تكاد تكمل فيه الوزارات الابنية شهرها الرابعة وهي تدار وكالة من قبل رئيس الحكومة نور المالكي تتصاعد وطيرة التحذيرات من تداعيات استمرار الوزارات الابنية ببقائها شاغرة في ظل انباء تتحدث عن توقف المباحثات وغياب التوافق على هذه المناصب المهمة الحقيقة هذا الملف بقدمه وتأخر كثيرا كما تأخر تشكيل الحكومة أثارت جميع وأرقت جميع وأتعبت جميع بما في ذلك الشعب العراقي بالرغم من أنه المناصب الأمنية تدار من قبل رئيس الوزراء ولكن هذه هيكلية يجب أن يكون هناك وزراء متخصصين وعلى رأس المسئولية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هذا الموضوع صارت فيه تجاذبات من قبل قيادات الكتل السياسية سواء كانت بقصد أو بآخر ولكن هذا مردود السلبي ونحن كأعضاء مجلس النواب وكمجلس النواب لا نقبل على ذلك وتسود خلافات بشأن المرشحين للحقائب الأمنية وهو ما أبقى تلك الوزارات شاغرة في الحكومة الجديدة بالرغم من استمرار وقوع الهجمات والخروقات الأمنية وتتركز الخلافات على حقيبتي الداخلية والدفاع فالأولى من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية الأسبوع المضى دولة رئيس وزراءة طرح ثلاث أسامي وبطبيعة الحال يجب أن تمر عبر فلاتر الفلتر هي مساعلة وعدالة والنزاهة على ما يبدو المساعلة والعدالة كان لها ملاحظات على ثنين مرشحين والمرشح الثالث مر يعني وزير التخطيط فأعود وأقول الآن الأمر كله بتوافقات سياسية يعني المفروض أن تتواصل التوافقات السياسية وبعكسه قد تضطر الكتر السياسية للذهاب إلى الأغلبية السياسية وهذا قد لا ينفع الآن نحن في مرحلة انتقالية حرجة نحن كنا ننتظر أن تأتي الوزراء الأمنين بغض استكمات الكابينة الوزارية لشراكة الحكومة الشراكة الوطنية ولكن لا زال هناك خلافات بين الكتل السياسية وبين الكتل الواحدة وعلى الرغب من أن زعماء عراقيين وأمريكيين تعهدوا بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق فإن الموعد النهائي المحدد بنهاية العام الحالي لا يزال يثير الجدل بين الكتل السياسية بشأن جاهزية القوات المسلحة العراقية وقدرتها على تسلم الملف الأبني في البلاد بصورة كاملة من بغداد علي حميد قناة الرشيد الفضائية ترجمة نانسي قنقر